لن نتحدث عن الوطنية عميقاً في السياسة الأمريكية فالديمقراطيون يؤيدون التقييد والجمهوريون يعارضون فمن أين بدأت الرابطة وما هو نفوذها؟ تأسست الرابطة عام 1871 من قبل قدام المحاربين بالحرب الأهلية الأمريكية وفي عام 1934 بدأت انخراطها بالأنشطة السياسية ثم أسست مجموعة ضغط تابعة لها في الكابيتول هيل عام 1977 وتتولى هذه المجموعة تقديم التمويل للمشرعين وبلغت قيمة نفقاتها 250 مليون دولار عام 2020 بينما يبلغ عدد أعضائها ما بين 3 إلى 5 ملايين الحديث عن نفوذ الرابطة ليس جديداً ففي عام 2012 سعى الرئيس الأسبق بارك أوباما للحد من تداول السلاح حتى لو تجاوز الكونغرس تتصدر رابطة بقوة لمشاريع القوانين الساعية لتقييد شراء الأسلحة النارية وحيازتها معتمدة على فقرة في التعديل الثاني من الدستور تقر بحق المواطنين في حمل السلاح بلا تدخل الحكومة لكن لماذا يفشل السياسيون الأمريكيون رغم كل المآسي التي تسببها الأسلحة النارية في التصدي لنفوذ الرابطة هي أكبر وأقوى مجموعة لبي في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقدم تبرعات مالية ضخمة للحملات الانتخابية للمشرعين الأمريكيين السبب الثاني هو أن الدستور الأمريكي الذي يسمح للمواطن الأمريكي بحمل وامتلاك وحمل واستخدام السلاح الجدل حول امتلاك الأسلحة النارية ونفوذ الرابطة الوطنية للسلاح ربما يهدأ مؤقتا لكن من المؤكد أنه سيثور من جديد مع كل هجوم دام يستهدف أبرياء في المدارس والشوارع